حكاية أرض عنوان لقضية كانت وستبقى القضية الأولى لمحور المقاومة والصمود في وجه الاحتلال الصهيوني الغصب من مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ارتفع الصوت لإيقاظ النائمين من الأشقاء العرب بمناسبة يوم القدس الثقافي انطلقت فعاليات حكاية أرض التي تنظمها مؤسسة القدس الدولية وبحضور الدكتورة بثين شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية وقادة الفصائل الفلسطينية وسفراء عدد من الدول العربية الشقيقة الدكتورة شعبان في كلمات لها أكدت أن ما يجري في فلسطين هو جوهر ما يستهدف هذه الأمة وكل من يقف مع فلسطين يقف مع نفسه الشيء الأساسي في مسار الصراع العربي الإسرائيلي هو أن إسرائيل تريد أن تقدم المزيد من الأرض وتريد أن تحتفظ بفلسطين والأراضي العربية المحتلة والشيء الأساسي الذي يخيف إسرائيل هو توحيد كلمة العرب وهذه حقيقة ثابتة تعتمد على عشرات السنين من المحاضرات واللقاءات والحوارات والمفاوضات إذن ألا يجذر بنا نحن العرب أن نتوقف قليلاً وأن نؤمن أن مصلحتنا واحدة وأن مصيرنا واحد وأن مصير فلسطين هو كمصير سوريا كمصير لبنان كمصير الجزائر كمصير أي بلد عربي وأن من يقف مع فلسطين يقف مع نفسه ولا أتعب من تكرار هذه العبارة أشقائنا وأعزائنا العرب يجب أن يدركوا أن القصة لا تنتهي عند فلسطين هؤلاء الصائنة لا يقتقف أطماعهم عند فلسطين بالمناسبة بحدودها الجغرافية المحدودة 27 ألف كيلوات المربع هم يتطلعون للسيطرة على كل الوطن العربي إذا مش عسكرياً ومش من خلال سيطرة الأرض اقتصادياً سياسياً أمنياً نحن كفلسطينيين نعتبر أن هذه الرسالة في هذا الترابط القومي مع أبناء أمتنا ودور أمتنا العربية تجاه المخاطر لتتهدد القضية الفلسطينية هو الذي يحمي الأمة العربية ويحمي قضية فلسطين نحببنا أن نصلط الضوء على المأساة الفلسطينية الحالية وهي مأساة الأسير والإضراب عن الطعام لأكثر من 1500 أسير أطلقنا عليه ثورة الأمعاء الخاوية كرنفال تعبيري عن حكاية هذه الأرض التي قدمت الكثير من التضحيات في وجه كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني المقاوم حكاية أرض حكاية وطن حكاية هوية والصمود مستمر للوصول إلى المبتغى فعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة للإخبارية السورية من مكتبة الأسد في دمشق غدي الغفر موسيقى